بعد ثلاث سنوات من شد وجد وبعد طول انتظار اللاعب عبدالرزاق الحمد لله يخرج للعلن ويقدم اعتداره للجماهر المغربية والمسؤولي كرة القدم بالمغرب بعد مغادرته لمعسكر المنتخب الوطني المغربي من هذا الملعب ملعب مراكش الكبير فهل سيكون عبدالرزاق الحمد لله بمونديال قطر خصا ان وريد الرقراجي قال ان اللاعب لا يدخل في منظومته سؤال الاجوبة جياله غادي نخلكم تشوفها مع الصحفين الرياضيين تنظر بان الخروج الاعلامي اللي بارح جيال الحمد لله فكان خروج صائب رغم انه كان متأخر ومتأخر بشكل كبير لان من 2019 وبالطبط فهذا الملعب اللي فيه احنا اللي هو ملعب مراكش الكبير والواقع اللي هو قاتله مع فيصل فازار وما ترتبعنا من بعد المباراة تنظر الحمد لله كان عليها للاقل لعصي يضر يكون مباثرة بعد كأس افريقية بس انه هو امتل المنتخب المغربي في اكبر عدد من المقابلة لانه حمد لله تبقى لعب من طراز الرافع مواجم قناص اللي تنفتقده بشكل كبير في المنتخب وتتفتقد كذلك في الانجيال لانه صعيب بس لقاء الفاسونتر اللي تتبغيش بك وتيبغيش بك تنظر انه تأخروا تأخروا بشكل كبير ولكن تبقى خروج صائب بخصوص الاختيار جيل وفاجتها تبقى مسألة جيل وليد الرقراقي ولكن من وجهات نظري من بعد صريحات جيل وليد الرقراقي والخروج اللي كان البارح قبل ساعة قليلة من الكشف عن اللائحة تنظر بانه الحمد لله غاجي يكون في لالست النهائي اللي غاجي تكون في موضي القطر وتنظر انه غاجي يكون دفعة وغاجي يشكل وعد دفعة للمنتخب الوطني لاننا نحتاجوا له الدفق النص لانه في المواسم الاخيرة فباستناء العربي باستناء نصيرين اللي تتأخذ عليه بنجموعة من الأمور فتنظر انه عندناش نوعية للمواجمين بحال الحمد لله وغاجي يكون ربح كبير وكبير للمنتخب الوطني في الماضي ان شاء الله والاعتدار مبدائيا محمود هذا شيء ما فيش نيقاش متأخر نوعية ما صحيح كرونولوجيا القضية كان فيه واحد بزاف جل أبعد لانه التصرف الأول جل الحمد لله كان خاطع وهذا أمر لا يتنطحوا عليه كبشان لكن التعامل مع الخطأ مبعد سواء من الجهاز الوصيح على كرة القدم اللي كان فيه بزاف جل نيقاش وبزاف جل أسئلة لانه واشحمد الله عاملت الجامعة كما عملت الأخطاء جل عدد من اللاعبين آخرين هذا مسألة فيها نيقاش لانه أخطأ بالهندة أخطأ تعرابط أخطأ زياش تعاملات بطريقة مختلفة على ما كيت تعامل معها الحمد لله ولكن رأيي الشخصي أنه مادام كان الاعتدار خاص ندروا وقت القطيع مع الماضي دابا الآن سالينا الأمر اللي عنده علاقة بتوسكي أكستخاص بوكتيف اندوزو الأمر اللي هو في التغن الخيار الأول والأخير تبقى المدرب اللي هو وليد الرقريقي واش غادي يكون الحمد لله في لائحة جل المنتخب الوطني المغربي اللي غا تتجير كأس العالم في قطر 2022 أو لما غا تكون شهده قرار خصوية بقى رياضي بحت لانه من بعد الاعتدار سالة توسكي أكستخاص بوكتيف دابا القرار رياضي واش المدرب مقتنع برأس حربة في السند الحمد لله بالأداء الحمد لله بالبطولة التي نفس بها الحمد لله أولا لسيستيم دوجولي المنتخب الوطني المغربي غادي يعتمد عليه ما داخلش فيه الحمد لله في تنشيط دياله اليجومي أو حتى التفاعي هذا سيارب يبقى وليد الرقريقي واللي غادي يجاوب عليه وأعتقد شخصيا وليد الرقريقي غادي ياخد حمد لله لكأس العالم ولكن لو كنت ما كان وليده عفوا أن قبل الاعتدار جل الحمد لله ولكن المنادات لعليه تكون منورة كأس العالم لأن الوقت قصر بزاف شوية جاء هذا الاعتدار جلي شوية متأخر وكان عرفوا إحنا هذا اللعب قبل فاش كنت يلي في أسفية وكانت يلي مع الكوكاب وعرفنا بأنه غادي يكون عنده واحد مستقبل ظاهر وفعلا وصل هذا المستقبل اللي كانت يدنظر فيه الجمهور ويمكن يمكن لأن الفيدراسيون عندها الاعتبار رجالها المدرب عنده الاعتبار رجاله نتمنى والله يكون موفق في هذه الاختيار جل ويلبي طلب لي كيرا يرفع للجمهور المغربي كله ويكون أحسن مواجه من شاء الله في المنتخب كان عرفوا بأنه المنتخب عنده واحد نقص في الهجوب وانتمنى استيحمد الله يملأ هذا الفارغ وبن شانس له وبداية نعتقد أنه الخروج كان موفق فيه خصوصا في الطرفية لأنه الأوضاع أصبحت تطل الطفشي أنما ما بين الحمد لله والجهاز الواصي وكذلك الطرف الفني ووليد الرجراجي المشري في الأخير خلافة لخليلوزيتش وبتالي الأمور الآن أصبحت واضحة بعودة الحمد لله لأنه أثبت غير ما مره على أنه مهاجم فد ومهاجم ينقص الكرة الوطنية لفتجاري بعيد داخل هذه المباراة الويدية اللي خدها المنتخب الوطني كان شديك الفاعلية الهجومية في حين أنه الحمد لله لا زال يواصل تجيف أرقامه تتحدث عنه أعتقد لأنه الحمد لله بالاعتدار اللي خرج فيه ربما كانت في قراءة مورأة السطور وربما حتى الوقت كان مناسب جدا الحمد لله أعتقد أنه سيكون في اللقاء المرتقب دير جورجيو ربما نشوفه كخيار أساسي لوليد الرجراجي في مونديا القطر ومع ذلك ننتظر وكل أمل يتبقى معلقة للمنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية كان بتتبع ذلك المنتخب فأحد الفترة اللي كانوا كي يديروا التجمعات التدريبية ديالهم بزاف مراكش وقبل المنتخب الأول مع المنتخب الأولمبي اللي كان مشى الأولمبياد لندن 2012 كان فيه حمد الله كان تقريب منهم بزاف مجموعة ديالبرادة وبرقديش وينس مختار وبونو وخروبي وإلى غير ذلك كان معهم حمد الله وكان من الناس اللي حسموا تأهول ديال المنتخب الوطني المغريبي مع الفيربيك المدرب اللي اللي توفى وكان بينه وبينه شناءان يعني حمد الله باش تعرفوا حمد الله لعب موهوب هداف بالفترة ولكن لعب ميزاجي هذا مشكل كان عنده حمد الله أتجت المغادرة دياله في 2019 مغادرة ديال المنتخب الوطني ديال المعسكار هذي ما ما سهلهاش إذن لاعب من ناحية الكوروية معنا ما نقول وكان خارج الكورة عنده مشاكل كتيرة إلا كان فعلا عبد الرزاق حمد الله مقتنع بأنه دار الخطأ واعتذر عليه وغي يكون آخر الأخطأ فتنظن بأنه لما لا الاستعانة به وتنظن هذا مبشير ولا إشارة للقرب الاتحاق دياله بالمنتخب خصوصا أنه عرف بأنه مادم خرج بهذه الطريقة وما قدمش العطي دار وما عارش بأنه دار غالط جاسين فارا ما كاش غايجي ولكن مادم عرف هادش هذا فارا يعني الآن السبب ديالغياب دياله ما بقاش أما كوراويانا كان عارفوه هداف على الأقل ما كاش مهاجم أول يكون مهاجم تاني في تشكيلة ديال المنتخب الوطني وبالتالي أعتقد أن التوقيت ديال خوروجه الحمد الله أفهم ولربما كين اللي فهمه بأنه وراء خاصه يعتادر وعتادر من تنظن بالنسبة للتوقيت تنظن توقيت مناسب قبل ما تكون اللائحة ربما رواف اللائحة المستعى قبل ما تحسم اللائحة النهائية أراعرف كيف أشيل الطفل أجواء وبين على الاستعداد دياله وحتى اللونغاج والطريقة باش دار الاعتدار إلا كنت مشيت غنب ديال المجهود إلا ما مشيش غادي نساند دونك فيها يعني الإشارات كيف قلت ديال أنه تطرق الأبوب ديال المنتخب بشتة طرق خصوصا أنه تطلق يعني تعاطف واسع من فئة ديال الجمهور المغربي وبالتالي هذه إشارة نظن بأنه الحمد لله غادي يكون موجود في اللائحة ديال المنتخب الوطني اللي غادي تمشي وحسنا نفعل بأنه أقدم الاعتدار لأنه دار خطأ جاسي